خلينا نتكلم على أنواع السكر لأنه فيه ناس بتقول إنه فيه حاجة اسمها طايب 1 وطايب 2 وده ليه شكل وأعراض وطريقة للعلاج وده ليه شكل وأعراض وطريقة للعلاج خلينا نتكلم فيه أنواع المرض هو باختصار عشان نسهل على المشاهدين يعني هو فيه نوعين رئيسيين من السكر النوع الأول والنوع الثاني النوع الأول ده اللي بيجي في سنه صغير خلل في جهاز المناعة بتكون أجسام مضادة بتهاجم قلاب بنكرياس وبتوقف إفراز الإنسولين وبالتالي ده هيعتمد في علاجه من أول يوم على الإنسولين النوع الثاني بيحصل في سن أكبر شوية غالبا بعد الثلاثين سنة وما بيكونش يعتمد في علاجه على الإنسولين والعيان هنا بيكون ممكن يعتمد على علاجه في الأقراص وده غالبا بيكون الوراثة بطلع فيه دور هامبجت يعني الموضوع متأسم يا دكتور شريحة عمرية ولكن مش أسباب ليه علاقة بتايب وان ولا أسباب معينة ليه علاقة بتايب تو هو تقسم فعلا لشرائحة عمرية زي ما قلنا النوع الأول بيحصل في سن صغير غالبا بيكون أقل من ثلاثين سنة ويكون السبب الرئيسي فيه خلل حصل في جهاز المناعة النوع الثاني يحصل في سن أكتر من ثلاثين سنة والوراثة بتلعب فيه دور هام جدا بالحدوث طيب خلينا نعرض كده مع حضرتك بعض الأخطاء الشائعة أو اللي الناس بتقولوا عن مرض السكر وهناخد فكرة فكرة إحنا حاولنا إننا ندور من خلال البرنامج على أرأي الناس حوالين المرض ده ونشوف الناس بتتعامل معي أول حاجة بتقال حوالين مرض السكر أنه مريد السكر أنت مريد السكر لا ما ينفعش تاخد سكر نهائي وما ينفعش تاخد أي حاجة من النشويات لأنها بتتحول لسكريات وممنوع 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 عايز أعرف في رأي حالتك في المعلومة دي هل فعلا صحيحة ولا هنا في نسبة من الخطأ هناك نسبة من الخطأ طبعا زي ما حضرتك قلتي عندنا شيء أن مريد السكر ده اللي يبقى لازم يكون له أكل مقصوص طبعا عشان نطبق الكلام ده بشكل عاملي في بيوتنا سواء السكر من نوع الأول اللي غالبا بيصيد طفل في مرحلة نمو أو عشان أطبقه مع أي شخص كبير ويبقى بيتعامله نظام أكل مخصوص في البيت تطبيق الكلام ده بشكل عاملي بيبقى صعب جدا إنما كل دايما اللي بننصح به المريد الاعتدال في كل شيء عايز ياخد سكر طبعا ما فيش أي مانع بس ما ياخدش بكمية كبيرة ولو إني بنصح دايما مرضى السكر بدل ما تاخد السكر الطبيعي اللي هيدي لك سعرات زيادة على الفاضي مش هتحس بشبع استغلي ده إنك تزود كمية الأكل اللي أنت بتاكلها من الحاجات اللي أنت بتحبها يعني مثلا بدل ما استهلك سعرات بتاعتي في سكر بليين كده سكر يعني سعرات داخل جسمي بشارة ده لأ أنا بزود مثلا في أكلي ربع غيف معلاتين تلاتة رز وهكذا والفاكهة الفاكهة كلها مسموحة برضو أنا عايز أقول إيه حتى الممنوعات المتدولة أو اللي كلنا عارفينها أن ما يفضلش مريد السكر يأكل منها ما قدرش أقول لمريد السكر أنت ممنوع يعني إحنا كلنا عارفين أن السكر بيعلى من خمس أنواع في الأخوة العينب البلح التين الموز المنجن مثلا ما قدرش أجيب مريد السكر وقول له لو سمحت ما تاكلش الأصناف دي خالص لأ طبعا أنت هتأكل من كل أنواع الفاكهة مع هذا الأنواع دي إنما مش من المطلق لما ييجي نفسك في حاجة أخدها ولكن بكمية ليلة جيدة ترجمة نانسي قنقر